موسيقى كلما ذهبت إلى دمشق ومررت من أمام الجامعة تسألت هل كان الغنوشي هنا في هذا المبنى ربما في يوم من الأيام وهل مشى في هذا الشارع لأنا أذكر أيام الحوارات التي أجريناها لرسالة الدكتورة كنا نتكلم كثيرا عن دمشق وأنت وصلت إلى دمشق ما بين انفصام عرى الوحدة مع مصر وبين حرب 67 تقريبا أو بعدها أنا بين 64 و 68 فحرب 67 أنا كنت هناك كنت في دمشق كنت في دمشق وحملت السلاح أنا يعني فيه تطوعته؟ تطوعت نعم نزلنا إلى كطلبة قمنا بمظاهرة نزلنا لشوارع دمشق نطالب بحمل السلاح وفعلا يعني مكنونا من قطع بسيطة يعني سلاحي وسلافي رشاشات بسيطة لكما نقلوكم إلى الجبهة ندربون عليها هناك لنتولى على أساس أن نتولى حماية البلد حماية الشوارع في صورة يعني وقع إنزال ولكن الحرب كانت يعني أسرع فقط يعني كان نوع من الاستجابة الشكلية يعني شباب متحمسون نعطيهم الشيء هكذا لإسكاتهم وهم يعلمون أن هذا لا يغني شيئا ولكن بالنسبة لنا أشعرنا بأنه أصبحت عندنا تملكتنا روحانية خاصة يعني هنا شباب حاملون السلاح ونتدرب لنتصدى للإنزال أو للغزو الصهيوني المنتظر بل كنا في الحقيقة نتدرب على أساس أن نحمل إلى القدس يعني هذا هو المشروع الذي كنا نطالب به أن نأخذ بعد التدريب إلى القدس هل كان الجو العام جو استنفار حقيقي بين الناس؟ يعني الناس كانوا يأخذون هذه الحرب على مأخذ الجد؟ الحقيقة الجو في دمشق في ذلك الوقت يعني كان جو إشكالي جدلي يعني الناس لم كانت هناك تعبئة للحرب كان هناك أمال كثيرة أقصد الناس هنا أهل الحكم الثقافة الشائعة التي يشيعونها بأن الأمر محتاج إلى معركة فقط حتى ينتهي المشروع الإسرائيلي نحن في الجامعة الطلبة كان يدور حوار شديد بين الطلبة الإسلامية وأنا صرت منهم وبين الطلبة القوميين حول هذه الحرب الذين كنت منهم سابقاً الذين كنت منهم سابقاً القوميون كانوا ممتلئين أملاً على أنه سنمضي بقية الصيف على شواط حيفا يعني هذا هو الفكرة الطلبة الإسلاميون كانوا يسرون على أن ستكون هزيمة على أنه لن يكون هناك نصر وذلك اعتماداً على مبدأ عقائدي على أساس أن هذه الأنظمة منحرفة عن الإسلام فلا يمكن أن تحقق نصراً ولذلك لما وقعت الحرب كان هناك جدل حقيقي في الوسط الإسلامي هل نتطوع في هذا المجهود الحربي رغم علمنا بأنه ما عندوش أفاق أو ناس يقولون بأن لا يجوز الحرب تحت هذه الراية البعثية لي أصلاً غير جائز الحرب تحت هذه الراية الجاهلية البعثية وآخرون وأنا كنت منهم أن هذا الموضوع الآن ينبغي أن ننساه وأن هناك غزو أن هناك هجوم الآن ينبغي أن ندافع عن أفسنا عندما يهاجم بيت ما ينبغي أن نثير الاختلافات المعتادة بين أهل هذا البيت أهل البيت كلهم ينبغي أن يدافعوا ولذلك نزلنا في مظاهرة للمطالبة بحمل السلاح والتدريب بل الطلبة التونسيون في الحقيقة هناك وقد كان يمكن ثمانين أو مئة طالب تونسي انقسموا إلى قسمين منهم من يعني السفارة التونسية ما كانش فيه السفارة التونسية في ديمشق لأنها كانت أحرقت على إثر خطاب برقيبة في أريحة فالسفارة التونسية في بيروت طلبت مننا أن نذهب إلى بيروت حتى لا نعرض أنفسنا لغزو محتمل ولأخطار محتملة فمن الطلبة من استجاب ومنهم وأنا كنت من هؤلاء وهؤلاء يأونا فينبغي أن الحد الأدنى من الوفاء لبلد أوانى وعلمنا وصرف علينا أن لا نهرب نترك هؤلاء حاله في محنته ولذلك كنت مع هؤلاء كيف حدثت الهجرة من التيار القومي إلى التيار الإسلامي؟ هذه هجرة قصة طويلة يعني أنه هزت قناعاتك مرة واحدة هزت القناعات بالتدريج؟ بالتدريج يعني هزت بالتدريج الجانب منه هو الهداية من الله سبحانه وتعالى فهو الهادي ورحمته سبحانه وتعالى تتنزل على عباده بالهداية ما يمنع عشان تكون لهذه الهداية أسباب فنحن نتحدث عن الأسباب ولكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الهداية على قلوب عباد أراد لهم الهداية لعله طلع أن في قلوبهم بحثا عن الحق وإخلاصا في طلب الحق فهو لا يذرهم لا يتركهم لأنفسهم وقد علم منهم هذه الرغبة في طلب الحق ومهما كان ظلالهم ربما الخطوة الأولى كانت الدراسة نفسها دراسة الفلسفة تطرح على الإنسان الأسئلة وتدفعه إلى التعمق في المسائل وعدم القبول بالسائد كما هو عليه أنت جئت لدراسة الزراعة ولكن حولت إلى الفلسفة حولت إلى الفلسفة وربما أيضا تأثرا ببعض الطلبة الذين سبقوني لدراسة الفلسفة هناك رغبوني في أن هناك ساتذة كبار وفعلا كان هناك عدد ملأ الأساتذة يعني منهم عادل العوى رحمه الله يعني أحد المؤلفين المكثيرين في المسائل الفلسفة منهم عبد الكريم اليافي وهو أستاذ أيضا معروف بديع الكسم رحمه الله أيضا أستاذ كانت له شهرة أسعد الدرقاوي أيضا أستاذ رحمه الله أيضا أستاذ كبير بحيث كان عدد من أساتذ الفلسفة أساتذ الفلسفة معروفين في لهم التأليف ولهم أثر في الفكر الفلسفي العربي الحديث فأقلت لعل الدراسة أسهمت في التعمق في المسائل وعدم الاكتفاء بالشعرات لعل مما أسهم أيضا الفكر النقدي الفلسفي جعل النظر للغرب فكرة الغرب التي كانت رغم أني نشأت نشأة معادية للغرب ولكن في المحصلة كان الإنسان يدور في إطار الفكر الغربي سواء كان الغرب اليساري وإلى الغرب الليبرالي يعني لم يخرج الإنسان من هذه البوتقة الدراسة الفلسفية مكنت الإنسان ووضعت الإنسان ووضعت أقدام الإنسان على الدراسة النقدية يعني النقد الغرب من داخله من خلال عدد من الكتابات الفلسفية التي كانت مطروحة في الساحة يومئذ أيضا المناقشات الوسط الجامعي في ذلك الوقت كان وسط ثري جدا بالمناقشات حزب البعث كان في بداياته لم يكن قد وضع بعث يده على الجامعة وعلى المجتمع فالمجتمع السوري كان مجتمع يضج بالمناقشات وبالمجادلات ترجمة نانسي قنقر